عمليات متوالية تعلن عنها الفصائل الفلسطينية في مدينة رفح بالتحديد في المناطق التي توغلت فيها الآليات العسكرية الإسرائيلية حيث أنه منذ ساعات الصباح أعلنت الفصائل الفلسطينية بالتحديد القسام عن استهداف لدبابة إسرائيلية في مخيم يبنى وعادت قبل قليل وقالت بأن مقاتليها قد استهدفوا جرافة ودبابة أخرى أيضا في مخيم يبنى للاجئين القريب من محور فلادلفيا هذه كانت إحدى عمليات هذا اليوم العملية الثانية التي أعلن عنها وهي وقوع قوة من جيش الاحتلال في منطقة الشوكة بالتحديد في كمين محكم وأيضا قيام القسام بقنص جنديين إسرائيليين كانوا يحاولون الوصول لهذه القوة التي وقعت في كمين محكم وأعلن القسام للمرة الأولى في مدينة رفح وفي هذه العملية بالتحديد أنه كان في صدد أسر أحد الجنود لكن الطائرات الحربية الإسرائيلية وفرت غطاء ومن ثم هبطت من أجل انتشال القتلى والمصابين هناك وأيضا نتحدث عن ما جرى كذلك في عملية أخرى في حي التنور الواقعة في المناطق الشرقية من مدينة رفح ووقوع أيضا قوة إسرائيلية في كمين محكم وقال القسام أن نحو 15 من الجنود كانوا فيها ما بين قتيل وجريح وهذا يعني أن مدينة رفح تشهد خلال الساعات الماضية اشتباكات عنيفة وضارية في محاور عدة من المناطق التي تتواجد فيها الآليات العسكرية بالتحديد في منطقة الشوكة وفي حي السلام وكذلك في مناطق أخرى وهو ما يفسر حجم الاشتباكات العنيفة هو ما يفسر حجم القصف المدفعي المتواصل وكذلك القصف من قبل الطائرات الحربية الإسرائيلية نتحدث عن أكثر من 15 شهيد إلى هذه اللحظة في داخل مدينة رفح بالتحديد في المناطق الشرقية جراء استهداف الطائرات الحربية لكل من يتحرك في هذه المدينة إلى جانب الطائرات المسيرة التي تقوم باستهداف المواطنين في مناطق أخرى أيضا نتحدث عن استهدافات متواصلة ومستمرة بالتحديد في منطقة تل السلطان هذه المنطقة التي لم يطلب جيش الاحتلال من السكان أن يقوموا بإخلائها لكن كثافة القذاف المدفعية التي تسقط على حي تل السلطان أجبرت العديد من السكان للنزوح نحو المناطق الغربية بالتحديد إلى منطقة مواصي خان يونس لأننا عندما نتحدث عن المناطق الغربية كحي تل السلطان أو المنطقة التي كانت تتواجد بها مخازن الأونروا أو ما يطلق عليها البراكسات ارتكبت إسرائيل المجازر في المناطق التي تصفها بأنها مناطق إنسانية وأنها مناطق تصل إليها المساعدات الغذائية والإغاثية لكنها على الأرض لا يصل إليها مساعدات غذائية وإغاثية وأيضا هي مناطق غير آمنة طر السكان للنزوح من حي تل السلطان نحو هذه المناطق الغربية لمدينة رفح بالتحديد في منطقة المواصي هذه المنطقة التي تمتد من رفح وحتى خان يونس لكن الأغلبية العظمى من السكان نزحوا نحو مناطق خان يونس التي يعني أيضا هي غير آمنة هذه المناطق التي لا يصل إليها الماء ولا أدنى مقومات الحياة هي غير موجودة في منطقة المواصي التي نتحدث عنها الكارثة الكبرى أن كل مستشفيات مدينة رفح خرجت عن الخدمة ولم يتبقى سوى مستشفى هو مخصص للولادة وهو مستشفى الهلال الإماراتي فقط للولادة ويوجد فيه الأطفال الخدج تعرض اليوم لقصف مدفعي أمام هذه البوابة وكانت هناك عدد من الإصابات وبذلك هذا المستشفى هو الذي يحاول البقاء والصمود لأكثر فترة طويلة في حي تل السلطان باقي المستشفيات خرجت عن الخدمة بداية من مستشفى أبو يوسف النجار وصولا إلى عيادة تل السلطان إلى مستشفى الكويت التخصصي وكل هذه المستشفيات بما فيها الأندونيسي الميداني وكل ما يصل من مصابين وشهداء يتم انتشالهم يتم التوجه بهم نحو مستشفى غزة الأوروبي والذي يبعد مسافة طويلة عن محافظة رفح جنوب قطاع غزة ومذلك ما يجري الآن قصف مدفعي متواصل ومستمر واستهداف للمدنيين العزل طائرات الكويت كابتر وهي الطائرات اللي يطلق عليها الطائرات المسيرة تقوم بالقاء قنابل يدوية تجاه المواطنين تقوم باطلاق النار تجاههم في مناطق مختلفة وبالتحديد في منطقة تل السلطان التي ما زال بعض السكان يتواجدون فيها وأيضا تقوم باطلاق الرصاص تجاه كل من يتحرك في منطقة تل السلطان وبذلك قصف متواصل ومستمر اشتباكات ضارية وعنيفة وبين الحين والآخر تخرج الفصائل الفلسطينية بيانات عن عمليات مستمرة متواصلة أبرز استهداف آليات جرافات عمليات قنص وقوع جيش الاحتلال في كماء محكمة وهذا ما يستمر أن الساعات القادمة أيضا تحمل في طياتها المزيد من التطورات الميدانية وهذا ما يفسر حجم الضغط الكبير والقصف المتواصل والعنيف في مدينة رفح لكن كل من ينزح تفضل الأوضاع الإنسانية خاصة للذين لم ينزحوا من تلك المناطق التي تتعرض سواء لقصف من قبل مدفعية الاحتلال أو قصف من قبل طائراته كل المناطق صلاح المناطق الغربية التي توجه إليها السكان بالتحديد هذه المنطقة تل السلطان أو منطقة المواصي هذه المناطق كلها هي مناطق غير آمنة للأسف على الرغم من أن المتحدث باسم جيش الاحتلال نشر خارطة وقال للسكان عليكم أن تتوجهوا إلى هذه المنطقة التي هي في الأسهم هذه المنطقة آمنة هذه المنطقة تصل إليها المساعدات الإنسانية لكن لا تصل إليها المساعدات حتى الميناء العائم تم تفكيكه نظرا لسوء الأحوال الجوية كما يتذرع الجيش الأمريكي لا يصل إليها مساعدات لا يوجد فيها مياه حتى من استشهد في هذه المنطقة سواء مخازن الأونر والبراكسات أو غيرها لم تتمكن طواقم الدفاع المدني بالسهولة أن تصل إليها لإطفاء هذا الحرائب حتى نفهم أكثر أيضا بما أن الخريطة معروضة الآن هل هناك أي طرق لإدخال المساعدات إلى تلك المناطق التي يقود جيش الاحتلال أنها آمنة يعني أنا لا أجد الميناء العائم توقف تماما وذلك بسبب سوء الأحوال الجوية وأيضا هناك احتلال إسرائيلي كامل على المعابر الخاصة بقطاع غزة بالفعل هو يسيطر على ثلثي محور فيلادلفيا هذا المحور الذي من خلاله كانت تعبر الشاحنات خلال الفترة الماضية وصولا من معبر كرم أبو سالم وصولا إلى محور فيلادلفيا وكانت هي مخصصة للتجار فقط لكن لم يصل مساعدات غذائية وإغاثية منذ أكثر من أسبوعين لكل العائلات التي نزحت ولم يصل شيء من الميناء العائم وبذلك الأوضاع الإنسانية والحياتية باتت صعبة جدا والمجاعة باتت بشكل كبير تهدد كل من يتواجد في وسط القطاع وجنوبه وهذا معبر كرم أبو سالم والمناطق الشرقية تشهد اشتباكات ووجود عسكري إسرائيلي كبير وهذا ما يفسر سوء الأوضاع الإنسانية بالتحديد في كل مناطق قطاع غزة سواء كان شمال القطاع أو وسطه وجنوبه صراحي